السلام عليكم متابعي دراما سبورت في تساؤلات عديدة ليش تم اختيار الإمارات وما تم اختيار العراق ليلعب فيها منتخب سوريا تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا المشتركة أكيد نحن كجمهور سوري كان بيودنا أنه نلعب بالعراق هذا الشي بظن واضح للجميع لكن في فرق بين أنك تحب تلعب بالعراق أو بين إمكانية اللعب بالعراق للأمان العلاقة بين الجمهور العراقي والجمهور السوري كتير كبيرة ومشان نكون منصفين العلاقة بين الاتحاد السوري لكرة القدم والاتحاد العراقي لكرة القدم كمان كتير قوية يعني من بداية إنشاء الملاعب العراقية ومن بداية تنظيم العراق للبطولات الودية كنا أول المشاركين بهاي البطولات دعما لفك الحظر عن العراق هذا الشي كان واضح المنتخب السوري كان دائما إلو الشرف بالمشاركة بالبطولات اللي بتنظمها العراق بشكل ودي إذن كان من الواضح إنه العراق دولة بنتمنى فيها وبنتشرف إنه نلعب فيها لكن اختيار الاتحاد الآسيوي كمان لازم يتاخذ بعين الاعتبار الاتحاد الآسيوي شايف إنه العراق مانا قادرة نظم مبارتين لمنتخبين مختلفين بالتصفيات الآسيوية كان في مراسلة من الاتحاد السوري للاتحاد العراقي وكانت في موافقة من الاتحاد العراقي لكن قرار الاتحاد الآسيوي إنه العراق هاي أول تصفيات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لذلك لازم يجربوا بالأول التصفيات كمنتخب العراق وبعدين ممكن يكون فيه أمل لتواجده المنتخب السوري بأرض العراق ليلعب مبارياته بالتصفيات لكن بالوقت الحالي لازم منتخب العراق فقط لا غير يشارك على أرضه بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ولكأس آسيا يعني بعد فك الحظر أول عامين رح يتم مجرد تجريب كيفية تنظيم العراق لتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا كمان العراق لازم تستقبل منتخبات شرق آسيا مو فقط غرب آسيا وببطولات ودية فلذلك نحن من الواضح يعني أنه الاتحاد الآسيوي ما بده ياخد ريسك أو ما بده ياخد مجازفة باستقبال منتخبين واعتبارهم أرض عراقية يعني الموضوع ما فيه مو أنه الجمهور السوري مو حابب يلعب بالعراق أو الاتحاد السوري لكرة القدم على الرغم من خلافاتنا نحن كجمهور سوري والاتحاد السوري لكن للأمانة نحن أكيد كل ياتنا متفقين أنه العراق جارة ودولة شقيقة يعني نحن كعراق وسوريا بنعتبرها دولة واحدة فلذلك أكيد ما فيه خلافات حول هاي المواضيع لكن الاختيار هو كان من قبل الاتحاد الآسيوي كمان بشكل أو بآخر وبهذا الصدد كمان لازم نشكر دولة الإمارات على استقبالها لمنتخبنا وأكيد الجالية السورية بالإمارات ما رح يقصره بتشجيع المنتخب بمساندة المنتخب وهذا الشي شفنا بك أساسيا أنا متأكد لو مبارياتنا بالعراق كان الجمهور العراقي ساند منتخبنا وبيكسروا كان عب الملعب لكن أكيد أنتم بتعرفوا أنه مو القرار لا بييد الجمهور السوري ولا بييد الجمهور العراقي ولا بييد حتى الاتحاد السوري والاتحاد العراقي فيه أمور بتخص الفيفا بتخص الاتحاد الآسيوي أنا شخصيا بتمنى أنه العراق يستضيف مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا هذا الشيء بيعطينا أمل أنه بيوم من الأيام ممكن ينفك الحظر عندنا بسوريا رغم صعوبة الأمر لكن تنظيم العراق بشكل آمن لتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا بيعطينا حافز وبيعطينا أمل لازم نعرف كمان وناخد بعين الاعتبار أنه البطولات الودية يعني بطولة غرب آسيا أو دورة الصداقة مانا مصنفة ضمن الفيفا فلذلك الفيفا ما بتاخدها بعين الاعتبار الامتحان الحقيقي رح يكون بتصفيات كأس العالم وبتصفيات كأس آسيا المشتركة بالنسبة للعراق بالوقت الحالي من الأفضل أنه نلعب بالإمارات رغم أنه فيه بعض السلبيات بالإمارات كون فيه جالية كتير كبيرة من الصين من الفلبين ممكن يحضروا المباراة ويساندوا هالمنتخبات لكن أنا متأكد أنه الجالية السورية ما رح تأثره رح تكون فيه مساندة ورح تكون فيه حملات يعني بشكل عام نحنا ظهرنا مشدود بالجمهور السوري بنهاية هذا الفيديو أنا بقدر حب أخوتنا العراقيين للمنتخب السوري وللسوريين وللشعب السوري التعليقات اللي بتكتبوها أنه كان لازم المنتخب السوري يلعب بالتصفيات بالعراق هذا الشي بيشرفنا أكيد بالأول خلونا نشوف منتخب العراق بيلعب بالبصرة بكربلاء بأربيل اللي بكل المدن العراقية نشوف تأهل المنتخب العراقي بعدها إن شاء الله نشارك بتصفيات كأس العالم أو تصفيات كأس آسيا بالعراق وأكيد لنا الشرف لكن بالوقت الحالي أنا شايف أنه الاتحاد الآسيوي بياخد السلم درجة درجة بيشوف وضع العراق بشكل عام كيف بيستقبل المنتخبات اللي بشرق آسيا وليس بغرب آسيا المنتخبات مثل أستراليا أو نيبال أو هالمنتخبات يعني كيف رح يكون استقبالهم بالعراق غير هيك ما في أي شي يعني أي سبب غير هذا السبب أنه ما رح نلعب بالعراق فلذلك لازم تعزرونه كمشجعين سوريين نحن أكيد كنا بنتمنى لكن هذا الظرف وهذا الواقع بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة